اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم حديث عراقي وزارة التخطيط الحالية قبل يومين وثلاثة ربما في الأسبوع الماضي بالتحديد أصدرت بيانة تحدثت به عن أعداد الذين يموتون في العراق نتيجة حوادث السير قالت بالنص أنه وفات أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال عام 2023 في العراق نتيجة حوادث المرور بمعنى أنه يوميا يموت من العراقيين أكثر من عشرة أشخاص بحوادث الطرق تلاحظوا العدد الكبير هذه حوادث الطرق أدات جديدة لقتل العراقيين خاف العراقيين ناقصين يعني أدات تضاف إلى الميليشيات والعصابات والمخدرات والجوع والفقر والانتحار والبطالة والأمراض وغير ذلك الكثير والتعذيب والكبت وخضم الحقوق والظلم هذا كل أسباب وزمات الاقتصادية والبصائب والثارات هذا كل أدوات للقتل العراقيين يضاف لها أدات للقتل جديدة أو متفوقة الآن يعني تكبر عشر أشخاص يوميا يموتون بحوادث الطرق وإذا ما عدينا الأشخاص الآخرين في كل هذه بالجوع والفقر والمخدرات والقتل والميليشيات والذبح والأمراض ومصائب الأعداد تطلع يعني مخيفة يوميا قد يموتون من العراقيين عندما تراجع تجد أنه عام 2021 قبل ثلاث سنوات عدد الحوادث تجاوز 8500 حادثة مرورية توفى بها 2152 تراجع عام 2022 العدد أكبر والنسبة زادت والآن في 23 أكثر من 3000 شخص ويتحدثون عن جرحة طبعا لأنه مو بس اللي يموتون الناس ينجرحون تحدثون عن جرحة 12,314 جريح بمعنى أنه يوميا يموتون عشر عراقيين ونجرحون أكثر من 34 عراقي يعني المجموحة حوالي خمسين واحد بين قتيل وجريح يوميا عدل خسارة المادية والمصائب والطرق كلها جزء من الخسارات والتضحيات التي قدمها العراق وانت تسأل لماذا؟ يعني ليش العراق بهذا الشكل؟ ليش ما كانت قبل عدنا بالعراق؟ لأن الطرق سيئة جدا فيها تخسفات وفيها أهمال طرق غير معبدة كثيرة غياب التحوطات الأمنية والأسجة الأمنية وخاصة بالطرق البعيدة بين المحافظات غياب القانون موجود قانون لكن لا يتطبق القدرة على تطبيق القانون قوة القانون من موجودة الشخص لا تخاف من القانون لماذا لا تطبق القانون؟ لأن ماذا لأنه لا تخاف من السلطات التي يتبق القانون بسبب أين من المسخطة تخرجوا من السلطات ، فهتي تحاف سرد من الكثير من العراقات الإ descobاقب الأشارات أي سابقات شروط الأمانة والمتانة بكل السيارات غير متوفرة فساد متفشي وهذا جزء من الفساد أن يموتون العراقيين بهذه الطريقة هذا طريق جديد للموت والبعض يتحدث أن العراق الآن في ازدهار ما هو العراق حتى يزدهر حتى أي بلد بالعالم يزدهر وهذا ليس حديث عن العراق فقط أي بلد بالعالم حتى يزدهر تكون بمستشفيات راقية بمدارس راقية بطرق راقية بطرق مواصلات راقية وتخدم المواطن بوسائل اتصال جيدة جدا بخدمات جيدة جدا بمياه نظيفة بكهرباء متواصلة بمعلمين من أفضل ما يمكن متمرسين وداخلين دورات يعرفون يدرسون ويعرفون بمناهج وطنية بمناهج علمية بمناهج تخدم بجامعات تعرف كيف تخرج الطالب بسياسة حكيمة بسوق تحترم المواطن بقانون يحترم المواطن بساعة عدالة تحترم المواطن بشرط مرور وشرط عادي وجندي كلهم يعرفون واجباتهم ويعرفون القانون في احترام للقانون في أمان وأمن وأمان في وظيفة متوفرة في وسيلة للعمل متوفرة في قدرة على تحصيل 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 العلمي والتفوق والحصول على أعلى المراكز بجهدك وبعرقك وبدراستك وبوظيفتك هذا اللي موجود أما أن تكون هناك أحزاب وتصالع وميليشيات وكيف هم ولا بلا شهايد وطرق غير معبدة ومستشفيات ما موجودة ومراكز صحية من أسوأ ما يمكن وغير موجودة وطرق مدرشينية وكهرباء ما موجودة وأسواق بكيف هم يتصرفون بيها وصحة وبيئة ومخربة وملوثة هذا كله وميليشيات تفتر وقانون محد يحترمها والشرطة يعتدون عليها والشرطة المرورة تدون عليها والشرطة ما يطبق القانون وطبق على فلان وفلان ما يطبق عليه وهكذا تمييز بتطبيق القانون وساحة العدالة تجد التمييز بين سين وصاد وشين وعين وسين هذا هذا اللي يؤدي إلى أن الدولة فاشلة دولة غير محترمة دولة غير قادرة أن تنهض وتزدهر ودولة تزدهر وتنهض هذا الفرق فأنت تتحدثون عن الازدعار يجب أن تحدثونا عن كل كل الشؤون الأخرى كل الشؤون العامة كل المفاصل اللي موجودة في الحياة وبالتالي يقولون أننا مزدهرين لو لا لنطلع الازدهار فيها صناعة وفيها زراعة وفيها انتاج وفيها بيع وشراء وفيها استقلال وسيادة هذا كل ما موجود عندنا فلذلك احنا دولة غير مزدهرة ولذلك يموتون من العراقيين عشرة يوميا وينجرحون خمسة وثلاثين وخمسة وواحد بين قتيل وبين جريح بس والشوارع والله لا يدرج قد الباقين هذا جزء من الكارثة التي يعيشها العراق لا حد يتحدث إني مرة أخرى يطلع عنا مسؤول يطلع عنا ما عرف منه واحد حزبي وتحدثنا عن الازدهار والعراق المزدهر والعراق الذي بنيناه احنا البنات شون بنات يا بأنتم شنو وجه البناء الذي بنات وهذا ما لا علاقة مرة أخرى أقول لكم هذا ليس له علاقة بشيعي وسني وكردي وعربي ما لا علاقة لا تدخلون بهاي الدربون الظلمة هذا الدخول في هذا دخول في حوارات وفي سجال وفي صصصة ما مطلوبة بعد واحد وعشرين سنة لا حد يعطينا لا بشيعة ولا بسنة قوى مسكة الحكم كائن من يكونون شيعة سنة كراد عرب ما قدموا ما هي الخدمات التي يقدموها إنجازهم ما هو شرعيتهم بالإنجاز ما هي هو هذا اللي حسب عليه لا حد يحطي لي هذا الشيعي وهذا سني وهذا كردي الكل في العملية السياسية أسوأ ما يمكن وأفسد ما يمكن لذلك وصلوا العراق إلى هذا المستوى الآن يجبون رئيس الزراعة يكون علينا يسوينا مجسرات ومعرفون يقولون عمليات بناء وغسيل الأموال يبنون مجمع سكني سعر الشقة خمسمائة ألف دولار نص مليون دولار والمواطن ما عنده هو يدفع غرفة وحدة حتى يسكن بيها ما عنده خبزة يدبرها حتى يعيش والفقر وثلاث عشر مليون عراقي تحت خط الفقر وتحدثون في بلد هذا كل هاي المليارات كلها تحدثون بيانا الازدهار والعراقي يموتون بهذا الشكل واحسبا اللي يموتون بالانتحار واللي يموتون بالفقر واللي يموتون بال浅رج واللي يموتون بالمولدي واللي يموتون بالميليشيات والتعذيب وال الرصاص والأختيالات اخرى نفسي وبالتالي تجيك امريكا سافيريا الأمريكيا والسبير البريطاني يضحكون عن العالم بهذه الطريقة وسفاراء عرب يع Şuنا عن نظام الجديد يعني أنا نظام الجديد أيضا بالكلام مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم